عدد كبير من الشباب حارس على حضور المنتدى وذلك رغم وجود جائحة كورونا مع الاطمئنان لإجراءات احترازية عديدة اتخذتها مصر واتخذتها مدينة شرم الشيخ لاستقبل هؤلاء الشباب في قاعة المؤتمرات الرئيسية معي من الأردن إحدى المشاركات وهي ياسمين شريم برحب بيك ياسمين على شاشة اليوم أهلا بيك حدثيني عن مشاركتك في المنتدى هل هي أول مشاركة أم كان بيك مشاركات أخرى لا هاي تاني مشاركة لأيلي ب2019 أجيت أول مرة كيف اختلف شكل المنتدى عن آخر مرة حضرت فيها من حيث شكل تنظيم وأيضا المناقشات المختلفة المطروحة على مئدة الحوار في هذه المرة طبعا هلا أكيد اختلف الموضوع يعني تماما عم نحكي عن سنة 2020 ما صار في المؤتمر ويسكبت يعني توييرز لهلا فالفكرة أنه ب2019 احنا ما كان لدينا فكرة الكورونا أو فكرة أنه في جائحة فاختلف التنظيم بشكل كبير يعني الفكرة أنه كثير حلوء ذا يمانج أنه يقدروا يعملوا هل قدي فورم وهل قدي عدد كبير بشروط صحية متبعة والكل عم بتتبعها بهذا الاشي فالفرق أكيد وفي تكنولوجيز محدثة كمان فهذه الفكرة كانت جدا يعني ما كانت واردة من قبل بصارة أحسن هلا بالنسبة للموضوعات المطروحة في المنتدى هذا العام وربطها بجائحة كورونا وكيفية التعامل مع الوضع ما بعد الجائحة أهمية منقشة هذه النقطة وتحديدا طرح دور الشباب ومبادراتهم الشبابية ومجال بيادة الأعمال أيضا في مكافحة أثار ما بعد الجائحة الفكرة أكيد هلا احنا دور الشباب عم نحكي عن شباب من كل العالم موجودة وشباب من جهات مختلفة وخلفيات مختلفة يعني أشغال مختلفة ورياتة الأعمال هلا هي اللي عم بتحرك لنحكي الاقتصاد والروح الشبابية اللي هين رحت كمان تدفشنا أنه نصير أحسن بعد هاي الجائحة فكثير مهم أنه يكون عنا زي هيك مؤتمرات أنه تجمعنا عشان نقدر نحل موضوع يعني اللي نحكي الاقتصاد والأشياء والأشياء اللي وقت بهاي السنتين على هامش المنتدى أيضا هناك العديد من الأنشطة الأخرى نتحدث عن الفريدم إي هذه المنطقة اللي بتطرح النوع من أنواع التواصل ما بين الشباب أيضا هناك لاب أو المختبرات اللي من خلالها بتطرح المبادرات المختلفة يعني هل تواصلتي مع الشباب في هذه الأنشطة المختلفة بعيدا عن الورش الأساسية في المنتدى؟ مية بالمية هاي واحدة كمان من الشغلات المهمة أنه نحضرها انتر اكتف بتخلي الشباب يتواصلوا مع بعض غير على الموضوع الوركشوب أنه عم نحكي عن موضوع معين لا إحنا عم نحكي عن أشياء كثير معينة الفيم كثير حلول هاي السنة كمان بالفريدم باللابس وفكرة إنه إحنا بنقدر نحكي كمان عن شغلات عن هستوري بس بنفس الوقت عن فيوتشر فأي شي كثير حلول اللي جامعينه ما بعد فهذا الإشي يعني عن جد مفخرة في أيضا مدحف خاص متاح بالتقنية الواقع الافتراضي موجود يعني مثل هذا المدحف شايف أضاف إيه للمنتدى هذا العام؟ أضاف كثير شغلات أنا لأول مرة بحضر هيك إشي فأول ما فتت الانتر اكتف ميوزيوم وأنه فتنا وعم نسمع الشخصيات عم نحكي معنا كأنها ريالتي وعم نحكي عن ارتفاشل ارت فهاي إشي كثير حلوة يعني زي ما بسموها قشعريرة بالعربي فكان يعني بري انترسينج تسيه تطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع أيضا من الأشياء المطروحة من خلال المنتدى الجيل الجديد بعد جائحة كورونا بتأكيد تعامل مع التكنولوجيا بشكل مختلف يعني كيف ترين أهمية هذا الجانب ومنقشته من خلال المنتدى؟ من أهم الأشياء اللي عم نحكي هلا عنها كيف ننطلق بعد الجائحة فأكيد الدافع اللي رح ننطلق فيه اللي هو الشباب اللي هم رح يدفعهم والجنريش اللي احنا ماشيين فيه اللي هو طريق المستقبل فأنا لما أنا أواعي كل الشباب بكل العالم عم نحكي عن البلدان مختلفة وبطريقة الطرح اللي عم تنطرح بانتر اكتف بفان بلرنينج اكسبرينس هذا إشي كثير مهم ياسمين شريم إحدى المشاركات في المنتدى من الأردن بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا